يعني بغض النظر عن الظروف اللي احنا عايشينا بس لازم يكون فيه تذكير لأولادنا بالمسجد الأقصى وتذكير لأولادنا بمعجزة الإسراء والمعراك يقراها من أي كتاب مش شرط انك انت ولو جدت لهم كيلو كنافة تم مؤسرة الإسراء والمعراك يكفي هذا هذه بسموها الدعوة الصامتة الدعوة الصامتة انه يعلق بذهن الطفل انك ليش عملت هذا العمل أمن والله عطلنا ومش عارف مين ومش عارفين ليش هم أصلا لا لازم يكون فيه ولو الدعوة الصامتة ادعو إلى الله وأنت صامت كيف قال كيف ادعو أنا صامت هذا بأخلاقك فنذكر أولادنا بالإسراء والمعراج بأنه سيدنا النبي عليه الصلاة والله عليه وسلم عرج به وأسري به في هذه المرحلة وأنه المسجد الأقصى هو أولى القبلتين أنه ثالث الحرمين هذا لازم يكون يعني في أذهاننا لأنه شوف سبحان الله هظيم يعني بعض الناس هو بس فاضي يقيم الآخرين فلان طويل فلان قصير فلان منافق فلان صالح فلان طالح فلان لا أخي الله يرضى لقد أسألك سؤال شو قدمت لأولادك بالإسراء والمعراج عشان تربطهم بالمسلة أقصى بس جاوبنا على السؤال جاوب إلك فبعض الناس يعني شاطرين بالتنظير وهو مش مقدم شيء يعني أنا أسألك سؤال كم فقير أطعمت كم محتاج ساعدت هذا اللي بقدر أنا أناقش فيه لكن نظل إحنا مسكين بعضنا البعض بس كل واحد ينتقد بالثاني كل واحد يقيم بالثاني وكل واحد يعني يوغل الصدور على الآخر يشبك بالقصة أنت كم فقير أطعمت كم جائع كم مكروب فرجت عنه هذا اللي تقدر تحكي فيه أما الفلان طويل فلان قصير هذا عند الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين الله يحييكو جميعا في إذاعة يقين وبرنامج همك همي ومتعاونين مع شاشة عمان تيفي وكمان برحب بكل إخوانا أخواتي اللي متابعيننا على صفحتنا على الفيسبوك ونسأل الله تبارك تعالى إن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علمه وإحنا في هذه الأيام ذكريات الإسراء والمعراج اللي ربنا سبحانه وتعالى جبر فيها قلب النبي عليه الصلاة والسلام لأن الإسراء والمعراج إجاء بعد ما صار حصار النبي عليه الصلاة والسلام وجماعته في الشعب في شعب أبي طالب في مكة المكرمة وقعد ثلاث سنوات مش سنو سنتين ثلاث سنوات مقابل إنه يترك الدعوة إلى الله عز وجل مقابل إنه يترك إبداء كلمة الحق لكن النبي عليه الصلاة والسلام صاحب مبدأ طبعا صاحب مبدأ وحواليه كمان رجال لأنه هاي النقطة مهمة جدا بعض الناس يريدك أن تكون أنت صاحب المبدأ لكن هو بالنسبة له يريد أن يكون صاحب المنسف وصاحب المقلوبة وصاحب شربة العدس فيريدك أن تكون صاحب مبدأ أن تضحي من أجله وأن تتكلم بكلمة الحق طب أنت يا أخوي وأنك عن مناصرة الحق فلا الأدوار مش إنه والله أنت قوم اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون لا الإنسان يكون صاحب مبدأ ويدافع عن مبدأ عندما كمان يجد أنه هناك أشخاص يستحقون أن يضحي من أجلهم لكن إذا كانت الأمور والله تسجيل مواقف مزايدات هذا بيكون ضياع وقت وضياع عمر فعلى كل حال سيد النبي عليه الصلاة والسلام حصر في شعب أبي طالب ثلاث سنوات وخلال الثلاث سنوات هو وجماعته النبي عليه الصلاة والسلام من المسلمين وبعض الناس المؤيدين له وإن كانوا على غير الإسلام لكنهم يؤمنون بمبدأه مؤمنون بمبدأ العدالي بمبدأ الأخوة بمبدأ الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من طريق الوحي هؤلاء كمان وقفوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وثلاث سنوات وسيدتنا خديجة رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام هي التي تنفق مالها على كل جماعة النبي عليه الصلاة والسلام وأبو طالب واقف مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لهو عم النبي عليه الصلاة والسلام طبعا عم النبي عليه الصلاة والسلام الروايات أنه يعني لم ينطق بالشهادتين لكن سيدنا العباس وهذه الرواية أنا برتاح لها سيدنا العباس اللي هو أخوه عم النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق يقسم بالله سيدنا العباس لقد قال الكلمة التي ترضيك أنه نطق بالشهادتين فأنا والله برتاح لهذه الرواية بعض الناس سبحان الله حريص أنه لا أبو النبي وأم النبي وعم النبي وخال النبي كلهم بجهنم أعرف شيء بفرح على الموضوع مدام ورد في بعض الروايات في كتبنا من أن العباس رضي الله عن سيدنا العباس وعن كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأن أبو طالب قال الكلمة والذي بعثك بالحق لقد قال الكلمة التي ترضيك شو اللي برضي النبي عليه الصلاة والسلام كلمة التوحيد فقال عليه الصلاة والسلام غير أني لم أسمعه يعني النبي ما قال لا ما قالها ولا قال آه قال أنا ما سمعته يعني أنا ما بقدر أشهد بشيء ما سمعته أيوة فأبو طالب كمان اتحاصر مع النبي عليه الصلاة والسلام في الشعب وثلاث سنوات يعني جاعت الناس والثلاث سنوات الذي ينفق على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الدعوة وعلى القائمين مع النبي عليه الصلاة والسلام هي سيدتنا خديجة رضي الله عنه سيدتنا خديجة كانت من الأثرياء لكنها استخدمت هذا المال فيما يعني يرضي الله تبارك وتعالى وفيما يعزز مكانة زوجها سواء مكانته النبوية أو مكانته الاجتماعية أو مكانته القيادي وهذا يعني طبع المرأة الغانمة الزوجة الغانمة هي التي تدعم زوجها وتقف معه وتناصره أما الزوجات عادة مؤاخذة فيها زوجات لا هنم ربيات ولا أهل ولا كفاءة والنساء الله العفو العافية بيكون تعاون مع زوجها زي الماسك عليه ممسك وتبدأ بنشر أخبار وتكذب وتتطاول يعني بتعارف فيه هيك وفيه هيك وأنت إن شاء الله كلكم للجماعة الغانمين لكن هذا ستنا خديجة بشر والغانمات يعني طبع الغانمات أنها وقفت مع النبي عليه الصلاة والسلام وأيدت النبي عليه الصلاة والسلام وهي مسلمة طبعا لكن كمان مش مطلوب منها أنه تنفق مالها ومع ذلك أنفقت مالها على أهل الشعب وتعبت ستنا خديجة وأبو طالب تعب ومرأة مقدرة مكانتها ومنعمة ومخدومة ومحشومة وثلاث سنوات تقعد في الشعب ولذلك بعد ما خرجوا من شعب مكة بشهر توفيت خلصت رضي الله عنها خلصت انتهت فتوفيت سيدتنا خديجة وأبو طالب الثاني انتهى يعني ما ظل معه حيل فتوفي أبو طالب رضي الله عنه فماتوا في شهر واحد بعد ما فرج عنهم في الشعب بشهر واحد اثنين توفي رضي الله عن أمهات المؤمنين فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا العام عام الحزن لأنه سيدتنا خديجة رضي الله عنها كانت يعني الداعم الداخلي للنبي عليه الصلاة والسلام عزوته الداخلية في داخل بيته وأبو طالب كان عزمته عزوته وحصن الحصين خارج بيته فالثنين راحوا توفيت الزوجة وتوفي العم فالنبي شعر بالحزن ولذلك خرج من مكة وطلع راح يغير المكان دروح على الطائف يترك المكة المكرمة يعني ما عاد قادر يعيش في مكة المكرمة بعد وفاتهم فراح يدور على بلد ثاني راح على الطائف وإحنا يا أخوان لم نقدر نستوعب أنه مكة كانت زي دولة الطائف دولة يثرب دولة نجران كانت دولة اليمن دولة يعني يعني مش نتخيل أنه والله عبارة عن الآن كوحدة سياسية تقع ضمن وحدة سياسية واحدة لكن سابقا كل واحد كان تمثل دولة فترك سيدنا النبي عليه صلى الله عليه وسلم مكة وراح يدور على مكان آخر يقيم فيه أذى قريش وتعاسد قريش وزوجته توفت وعمته وشو ظل له بمكة يعني وجماعة زي الصخر يعني مش مستجيبين للدعوة فالبقاء معهم ضياع عمر البقاء معهم ضياع عمر وهذا الإنسان لازم يأخذ منه مثال إذا كنت أنت في مكان إذا كنت في قرية إذا كنت في بلد إذا كنت في وين ما تكون شفت أنه عمرك ضياع ناس تعبانة ناس مش مصلي عن النبي ناس كل واحد داق بالثاني ناس لا بتفهم لا بتستفهم لا بتستوعب لا بتعذر لا بتنذر ناس كل واحد بلشانب حاله كل واحد يوكل الثاني ياخي اطلع من بينهم الذين تتوفاهم الملائكة وظالمي أنفسهم ظالم حاله حاله قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين قال لم تكن أرض الله واسعة ياخي غير مكانك غير قريتك غير مدينتك غير بلدك غير اطلع شوف مكان ثاني يعني غير البيئة اللي أنت فيها لا ظلك عايش أنت مستهلك للعمر عمرك هذا عمرك محدود أيام معدودة في أماكن محدودة وبعدين تنتهي ينتهي هذا العمر وأنت لستاتك والله متمسك ببعض القيود أنا بسميها قيود اجتماعية وهمية قيود اجتماعية وهمية فينا فروسنا والله هي الأمور أسهل ما تخيل فترك المدينة النبي عليه الصلاة والسلام بلده مدينته يعني مكة المكرمة وراح يشوف بالطائف بالطائف كما طلعوا يعني جماعة أسوأ من أهل مكة المكرمة فضاقت الأرض على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من هون اجته إكرامية الله بالإسراء والمعراج هون جاءه الإكرام من الله عز وجل بالإسراء والمعراج فربنا سبحانه وتعالى أسرى بنبيه للمسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلاء ويريت هو كمان رجع النبي صلى الله عليه وسلم يعني على أهل المكة يفرحوا إن واحد منهم الله كرمه ورفع قدره وأسرى به ثم عرج بيقولوا خلص يا عمي إحنا خلص حقك علينا لا هم كمان جعلوا من هذا مسب وتشكيك و يعني موضع مذم لأنهم ومش شايفين حالهم أهل للإكرام مش شايفين حالهم مكان لأنه ربنا يكرمهم سبحانه وتعالى حتى هم لما نزل القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني استكثروا على حالهم قالوا وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني جاي ينزل لنا إحنا طب مكان نزل على ناس غيرنا لو لا يعني على رجل من القريتين عظيم المين القريتين يا أما الفرس والروم أو هوازن وثقيف ومش عارف مين بس مش إحنا تذكر لما قلنا نبي صلى الله عليه وسلم استظل في ظل الشجر لا يا عميش النبي أبو جاهل استظل فيها لأنه بيستكثر على حاله يعني يستكثر على نفسه حتى الخير يستكثر على حاله يكون محترم يستكثر على نفسه يكون مقدر يستكثر على حاله يكون محل التكريم يقول لك أنا أهل تكريم لا يا عمي أنا مفروض أنطص على راسي شو لا تكرمني والنبي بات عنا والنبي زار بات في ظل الشجرة والنبي عليه الصلاة والسلام لا يا عمي لا إحنا أبو جاهل ليس النبي عليه الصلاة والسلام فحتى لم نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يا عمي إحنا مين إحنا إحنا رعاعة إحنا جماعة لا نستحق التكريم لا نستحق التبجيل لا نستحق التعظيم إحنا عبارة عن يعني المهل نقيمة كيف ينزل القرآن علينا فاستكثروا على أنفسهم نزول القرآن ثم استكثروا على أنفسهم أن يكرم الله عز وجل واحدا فيهم بين يكون صاحب الإسراء والمعراج استكثروا قال لك إحنا ما نستاهل الإكرام هذا إكرام يعني إحنا إكرامنا أنه ننضرب إكرامنا ولذلك قالوا فأسقط علينا السماء كسفا أو ائتنا بعذاب يعني شو إسراءهم إحنا خرج عذاب خرج ربنا هيك ينزل السماء تسخط ربنا يرجمنا رجب إحنا ينزل ربنا علينا القرآن مين إحنا فشوف بالله عليك في طبع بشر بهذه الطريقة في طبع من البشر يستكثر على نفسه التكريم يستكثر على نفسه يكون محترم يستكثر على نفسه أنه يكون يعني إله قيمة وقدر والناس تحكي معه بستكثر بقولك مين أنا مشيك فربنا نزل القرآن قال لا ليش ما نزل على ناس غيرنا إحنا مش أهل ربنا أسرى بالنبي قال لا أنت يا نبي مش صحيح وأنت مش صادق وأنت كذا وكذا طب شو اللي بدكوا إياه قالوا إحنا فأسقط علينا السماء كسفا قل آية ثانية أو حجارة أو ائتنا بإحنا ربنا يرجمنا رجم هذا اللي إحنا مستحقه وهذا إحنا مستاهله إن كنت صادقا وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء إذا يا رب هذا القرآن مش هي رب يهدينا لا مش يقول يا رب اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فهدينا إليه لا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أو عذبنا لأنه إحنا ما مستاهل التكريم هذا طبع بشر طبع بشر ما بستوعب ان انت انسان محترم اقول لك اي محترم انا محترم مش محترم نسأل الله لا فيه في ناس بهذا الشكل فربنا سرى بالنبي معرج بالنبي عليه الصلاة والسلام اكراما له صلى الله عليه وسلم وصار هذا الرابط ما بين مكة المكرمة والمسجد الاقصى المشرف المسجد الاقصى هذا الرابط صار المسجد الاقصى مرتبط ارتباطا عقائديا مع مكة المكرمة هذا الارتباط لا يمكن ان يفك ولذلك الانسان دائما لا يقف عند حدود الممكن ولا يقف الانسان عند حدود امكان البشري لا ربنا سبحانه وتعالى له تدخلات الله عز وجل له مقدرة ولذلك ليش ربنا شرع الدعاء شرع الدعاء لانا غير قادر على تحقيق الممكن انت غير قادر على التحقيق الممكن فانا درست عشان انجح في الامتحان فاذا كان الامتحان النجاح ممكن هذه درست لا منقول الدعاء لتحقيق ما لا يقع تحت قدرتك الدعاء لانك تطلب من الله عز وجل ان يحقق لك ما لا يقع تحت قدرتك ولذلك لما سيدنا سليمان قال قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فوهبنا له ربنا اعطاه ولذلك في فرق بين الهبة والرزق فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فالارزاق مترتبة على السعي ونتيجة السعي الرزق لكن الهبة بغير اسباب الهبة بغير اسباب الارزاق تحتاج اسباب فانا بمشي في الارض عشان اكل من رزق الله عز وجل لكن الهبة خلاص ربي يعطيني سبحانه وتعالى يعطي من عنده ليس لها سبب هذا منحة من الله تبارك وتعالى ولذلك سيدنا سليمان شو قال قال ربي اغفر لي وهب لي ما قال وارزقني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد من بعد ابدا فوهب الله عز وجل له هذا الملك فالهبة عطية والرزق يحتاج الى السبب فنسأل الله ان يرزقنا بما نسعى وان يهب لنا من فضل هذه ذكريات من ذكريات الاسراء والمعراء فاصل وراجعين الله يحييكم جميعاً يا مرحباً يا مرحباً حياكم الله جميعاً في إذاعة يقين وبرنامج هم كمي متعاونين مع شاشة عمان تيفيف فبرحب بكل إخواني وخواتي وبرحب كمان باللي متابعيننا على صفحتنا على الفيسبوك فيا مرحباً بكم جميعاً وانا إذا بتسمعوا مني نصيحة أخ يعني بغض النظر عن الظروف اللي احنا عايشين بس لازم يكون فيه تذكير لأولادنا بالمسجد الأقصى وتذكير لأولادنا بمعجزة الإسراء والمعراج يقراها من أي كتاب مش شرط انك انت ولو جبت لهم كيلو كنافة وكتبت لهم مناسبة إسراء والمعراج يكفي هذا هذه بسموها الدعوة الصامتة الدعوة الصامتة انه يعلق بذهن الطفل انك ليش عملت هذا العمل أمن والله عطلنا ومش عارفين ليش هم أصلاً لا لازم يكون فيه ولو الدعوة الصامتة ادعو إلى الله وأنت صامت كيف قال كيف أدعو أنا صامت قال بأخلاقك فانذكر أولادنا بالإسراء والمعراج وبإنه سيدنا النبي عليه الصلاة والمعراج عرج به وأسري به في هذه المرحلة وإنه المسجد الأقصى هو أولى القبلتين إنه ثالث الحرمين هذا لازم يكون في أذهاننا لأنه شوف سبحان الله العظيم يعني بعض الناس هو بس فاضي يقيم الآخرين فلان طويل فلان قصير فلان منافق فلان صالح فلان طالح يا أخي الله يرد عندي أسألك سؤال شو قدمت لأولادك بالإسراء والمعراج عشان تربطهم بالمسجد الأقصى بس جاوبنا على السؤال جاوب إليك فبعض الناس يعني شاطرين بالتنظير وهو مش مقدم شيء يعني أنا بدي أسأل حالي سؤال كم فقير أطعمت كم محتاج ساعدت هذا اللي بقدر أنا أناقش فيه لكن نظل إحنا مسكين بعض من البعض بس كل واحد ينتقد بالثاني وكل واحد يقيم بالثاني وكل واحد يعني يوغل الصدور على الآخر يشدك في القصة أنت كم فقير أطعمت كم جائع كم مكروب فرجت عنه هذا اللي بتقدر تحكي فيه أما الفلان طويل الفلان قصير هذا عند الله عز وجل مش عندك الله يرحمنا برحمة تقولوا اللهم آمين معنى اتصال على 569 33 77 معنى اتصال ألو ألو دكتور أنا أم لست بنات ليس لدينا أولاد ذكور لا نملك من الدنيا إلا البيت وزوجي خايف عليه نرتمي بالشارع من بعده لأنه إخوته قاسين ويحق لهم يلثوا مع البيت زوجي كتب البيت للبنات عند محام ولكن لم يثبت عنده كاتب العدل وزوجي الآن مصاب جلطة هل يجوز أن يحضر كاتب عدل وإتمام التنازل آه بجوز بجوز ما في مشكلة واحد حر بماله الإنسان حر بماله يشوف طول ما الإنسان قوي سوي ما حديش له أنتو أنا اليوم بدي طوب هذا البيت لواحد من أولادي ما حديش له أندي لكن لكن بدي طوبه لواحد من أولادي لكن بدي أكون عادل أو عملي مبرر ليش أنا عملت هذا التطويب بدي طوبه بسم أولادي كلهم أنا حر أنا حر في هذا العمل فما فيها مشكلة نجي بكاتب العادي اللي عنده يسأل معنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يعطيك العافية دكتور يا مرحبا سوضل يا أخذ مجالك البروتين للشعر فبصور الشعر قبل وبعد فهل يجب أني أن أدلع السوشيال ميديا بس بدون ما أبين وجه الصبية بس الشعر أنه كيف كان قبل وكيف صار بعد في ناحية أنه ترويج لشهي والله سؤالك بدو ملجز إفتاء ما بعرف والله بس أنا اللي أراه أنه لا يجوز لأنه الشعر مجرد الشعر عورة بغض النظر عن عن صاحبته فالحكم في هذا أنه لا يجوز الشعر عورة فكيف تصوري عورة مرأة وتظهريها إذا كان ولا بود تخلي عندك ألبوم ولما بتيجي واحد عندك على المحل بتفرجيها تقوله هيك كانوا هيك صار أما لنساء وبإذن من صاحبته أما ننشر على السوشيال ميديا ننشر عليهم شعر النساء لا لا يجوز يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تفضل مرأة إلى المرأة في الثوب الواحد فتصفها لزوجها لزوجها كأنه ينظر إليها كأنه ينظر إليها فكيف لما يكون ينظر إليها هذا أبلغ في الحرمة وبعدين السوشيال ميديا مش مختصر عن النساء فيه رجال راح يتفرجوا لا والله يا أختي والله يا أختي لا يجوز والله يا أختي أنه هذا لا يجوز واليوم زي ما بقول ما سألت الدعاة والإعلان إذا كنت إذا كنت إنت واثقة من شغلك حطي صورة باروكة هذا مش شعر عورة مش شعر صناعي يعني إذا كان الشعر راح يطلع مثل هذا فعلى كل حال أما تصوير شعر مرأة ونشره حتى بغير الوجه قطعا لا يجوز أبدا معنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله معك فايز عليان شيخنا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا أستاذ فايز حياك الله السلام يا شيخ اليوم فيه قصير بمناسبة للسراء والمعراج بعنوان يلا تحفنا الله محييك ونقول ستسابق الأيام والأعوام بمحمد يتفاخر الإسلام صلى الله عليه وسلم جمع المكارمة للوفاء إمامه فالشعر يشد والقصائد ترتدي ثوب الجمال يسوغها الإلهام في مدحه كل القواف ترتقي في حبه تتعانق الأعلام فالصدق تاج للحبيب من الصبا وهو الأمين وطبعه الإكرام أخلاقه مثل النجوم تلألأت حتى رأت أنواره الأيام منه السماحة ترتوي في قلبه يتنعم الأيتام والأرحام فبنى النبي من المحبة بيته والشوق صار إليه والأقدام فالطيب يخبر عن مكان حبيبنا من مسكه فتعطر الألسام في وجهه شمس النهار تأملت وتعجبت من حسنه الأجسام وترى النجوم قيامه ودموعه قدماه قد شبت لها الآلام كم مرة شد الحبال من الطوى والجوع يدخل بيته وينام فهو الرؤوف فهو الرؤوف معلم ومبشر وهو الحليم وفي الوغى مقدام هو رحمة للعالمين أيها الله وهو الرحيم تجله الحكام لقد ارتدى الأقوام لقد ارتدى الأقوام بردة دينه وتحصمت من صبره الأرقام ملك القلوب بعدله وبعفوه وتبددت من نوره الأصنام ملك القلوب بعدله وبعفوه وتبددت من نوره الأصنام بصم الزمان على حديث المصطفى فالقتل هاجى يقوده الإجرام وعلى النبي المعجزات له انحنت ويحيطه الإجلال والإعظام ويعانق الأقصى يضمد جرحه والقدس تصح زارها القوام ويأم جمع الأنبياء وشوقهم فهم الذين من المحبة هاموا فبه احتفى ظهر البراق له انحنى وطوى السماء له الملائك قاموا فالشوق يحمله ويسبقه الهوى ويقوده نحو الإله هيام فالله أهداه الصلاة أعزه فله القصور من الغرام تقاموا فالحق دوما يعتلي أقواله ما طال حفد قلبه وخصامه بيمينه يجر النداك دمائه في يمينه الإحسان والإطعام حتى إذا رمضان عاد هلاله أغنى صيام جومه وقيام الشمس حين تطاولت في حرها حمت الحبيبة من الشعاع بمامه واتى عميرا على النغير وحزه نطرت دموع من الحنين الظلام للطفل يفتح قلبه حين اشتكى وتبثرت في لطفه الأيتام ويضيء مصباح السعادة ويضيء مصباح السعادة بيته هي حجرة وكأنها الأهرام وتحيط عائشة النبي بحبها تأوي تنام إذا الحبيب ينام من غيرة كالجمري تشعل قلبها لم تقترب من حسنها الأتقام وتسابق المحبوب تأثر قلبه ويروم عينيها جوا وكلام فكلامه عسل يزيد غرامها ويطل من نقل الحبيب غرام فهي السعادة لا تفارق بيته تروي مشاعر عشقهم وهيام فمحمد في صدره فاض التقى في وصفه تتنافس الأقلام وكأنهم أصحابه من ودهم بدر تحلق حوله الأجرام فهو الشفيع إذا القيامة قد دنت فعلى الصراط تعيقنا الآثام من يرتوي من حظه بلغ المناء وتحققت من عشقه الأحلام فمقامه في الأنبياء مقدم عند الإله له حمن ومقامه هو بلسم أهدى الفضاء إلى أمة هو بلسم أهدى الفضاء إلى أمة أثر الأحبة وجهه البسام هامت قلوب العاشقين بحبه من يعشق المختار ليس يلام أشواقنا فوق المدينة حلقت وهوى حمام أرضها وسلام وإذا ذكرت نبينا في مجلس صلى الجميع وأحجم الأقلام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك أنت يعني مش شعر هذا هذا محبة هذه محبة موزونة مقفات مشطرة مفصلة منظرة بهية رقية رقيقة رقراقة راقية زادك الله حبا وشغفا أهو الله يعني ما شاء الله عليك شو أقول لك شو أقول لك الله يفتح لك الله يفتح لك الله يفتح لك بارك الله فيك بارك الله فيك عجبتني أبياتك في سيدتنا عائش رضي الله عنها كمان في حب النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله عليك الله يفتح عليك أستاذ فايز بارك الله فيك دكتور كيف الواحد يعرف أنه الله بيحبه لأنه هاي الأيام الناس تحب المشاهير والفاسقين فلم تعد محبة الناس ديبع محبة الله لا ما هو ولما واحد بيكون له أتباع فالسؤال من أتباعه يعني محبة الناس مش شرط أنه تدل على محبة الله لا مش شرط أنه تدل على محبة الله عز وجل فقد يكون ناس له أتباع من فأنت بتطلع الأتباع من همه من أهل الله أهل صلاة أهل صيام ولا أهل لا سمح الله عصيان وكذا والطيور على شكاله تقع وبعدها من أحب قوما حشر معهم دكتور يعني ولو أنه سؤال اجتماعي هذا تقع خصومات بيني وبين زوجتي وأنا أرى عندما أقطع عنها المصروف تتوقف عن المعاملة الطيبة وإذا أعطيتها فإنها ترجع للمعاملة الطيبة وأصبح الأمر مرتبط بالمادة يعني شوف أقول لكم نقطة بين الزوجين قد توجد زوجة مستغلة موجود يعني هذا موجود الزوجات مش كلهم زيبعة وقد توجد زوجة مضحية الموضوع هذا قائم على التفاهم الموضوع هذا قائم على موضوع التفاهم أنه الزوج ما يكون مقصر بالواجبات بحسب ما يستطيع وأنه الزوج تكون تتقلها في مال زوجها أما أنه تقوم العلاقة كلها على أساس أنه المالي لا هذا علاقة مصلحية هذه علاقة مصلحية وبالتالي إما بتكمل في هذه العلاقة أنك أنت زي ما يقول تشري وجع راسك بأنك ظرك تدفع أو بتقول لحد هنا كفاية فهذا الأمر راجع إلى تقديرك لنفسك وبنفس وقت أنا بقول لا تشك في الآخرين يعني ما نصل لمرحلة الشك أنه والله أنا زوجتي وعلاقتها مع علاقة مالية لا قد يكون هي بتمر بظرف بيحتاج أنك توقف معها قد يكون أنك تمر بظرف فعلى كل حال الله يهدي البال يا رب إحنا لهون هل يجوز تصوير ظلة المرأة ونشرها شو يعني ظل المرأة يعني مش فاهم أنا إيش السؤال على كل حال شوف يا أخوانا موضوع النساء كله قائم على الستر المرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين ما عدا الوجه والكفين ما عدا عن ذلك فهي عورة فإيش معنى الظلة والله ما بعرف شو الموضوع بس على كل حال المرأة الجاية إن شاء الله بتفصلنا بالسؤال ونفصل لك بالإجابة إحنا هون لأتنا ختام حلقة هذا اليوم من برنامج همك همي عبر أثير إذاعة يقين ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم على المشاهدة يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات قناة محمد نوحي الغير رسمية لنصرة قضايا الأمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر